أهلا وسهلا بكم في هذا العرض التقديمي للفصل الثالث من مادة التنمية في العالم العربي سنتناول في هذا الفصل إن شاء الله التخطيط للتنمية حيث سنعرض في هذا الفصل المحاور المبينة أمامكم في العرض من مفهوم التخطيط وأهداف التخطيط وستويات التخطيط أساليب التخطيط التحديات التي تواجه التنمية طبعا إحنا كلمة التخطيط مرت علينا أكثر من مرة في كل المواد اللي بندرسها مع مدرسي الإدارة قبل ما يشرحوا أي مادة بيحكونا عن وظائف الإدارة من تخطيط من تنظيم من توجيه من رقابة وبحددونا إيش هو التعريف وأنا بذكر إنه هو عملية تحديد للأهداف اللي بتحقيقها بنصل للأداء المرغوب في بيئة محددة وفي وقت محدد يعني باختصار عملية التخطيط هي عملية تحديد الأهداف والسعي إلى الوصول إليها بأقل جهد وأقل تكلفة وفيه طبعا كثير تعريفات فيه قالوا إنه هي نشاط ذهني مستمر بسبق الأنشطة الإدارية وهو بداية الطريق نحو الهدف المحدد في أوريك يعني العالم أوريك اختصر التعريف قال هي عملية التفكير قبل العمل في بعض المختصين قالوا هي عملية ارتكاب الأخطاء على الورق إذن كثير من المعرفين والمختصين في مجال الإدارة قدموا تعريفات كثيرة لكن المهم عندنا أنه نعرف أنه التخطيط يعني إحنا بنا نحط أهداف وبنا نصل لهذه الأهداف بنا نحقق هذه الأهداف إيجي نشوف أنواع التخطيط طبعا إحنا الأنواع اللي بنا نخدها هذه المرتبطة في المادة تبعتنا فيه عندنا التخطيط الاقتصادي طبعا أمام كل نوع من هذه الأنواع محطوط بين قوسين إيش الهدف من هذا التخطيط يعني التخطيط الاقتصادي أنا واضع بين قوسين إنه لتحقيق الرفاهية الاقتصادية التخطيط الثقافي هو لتقديم غذاء فكري وعقلي للمجتمع اللي بنعيش فيه في التخطيط الإداري حتى يقدم منفعة للبيئة المحلية في التخطيط التعليمي ليوفر خدمة التعليم للجميع في التخطيط الاجتماعي حتى يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي على الطبقية لكن هذه أنواع التخطيط كلها هي متشابكة ولا يمكن الفصل بينها يعني بنفعش أنا في بلد أقول والله بالدعم من تخطيط اقتصادك ويكون الوضع الثقافي والإداري والتعليمي والاجتماعي مهلهل في البلد أقول والله بالدعم من تخطيط اجتماعي ويكون في عندي الوضع الاقتصادي والثقافي يعني ضايع لا هذه متكاملة أنواع متكاملة تتكامل فيما بينها للوصول إلى الرفاهية الشاملة أو إلى التنمية الشاملة يجي نشوف سمات التخطيط أي عملية تخطيط إلها سمات إلها صفات أول حاجة التخطيط هذا هو عملية مقصودة موجهة بمعنى أنها ليست عملية عشوائية يعني اللي بيكون بعملية التخطيط هو بيكون قاصد شيء معين قاصد الوصول إلى هدف معين سماتها أيضا أنه إلها جانبين نظري وتطبيقي يعني التخطيط ما بنفع أنا فقط أحط حال يعني يجي واحد يقول لي والله بدي نخطط لغزة مثلا بتعملي تخطيط اقتصادي لغزة وأنا أروح أجيب أكون دارس في بريطانيا أو في إيطاليا أو في أي دولة وأحط حالة في غرفة جزاز وأقب أخطط بدون ما أنا أطلع يعني كلام نظري أنا هيك بشتغل بدون ما أنا أطلع أنزل عملي أشوف إيش عندي الموارد المتاحة كيف الوضع الحالي أعمل تحليل للوضع الموجود لمواطن الضعف لمواطن القوة للفرص للتحديات الموجودة ما بنفع الشمول والتنسيق واستشراف المستقبل يجب أن يكون التخطيط شاملا وزي ما قلنا الآن في عندي أنواع محددة من التخطيط أو أنواع مختلفة من التخطيط هذه الأنواع بتدلل أنه يجب أن يكون التخطيط تخطيط شامل يسعى لتحقيق أهداف محددة وإحنا قلنا أي عملية تخطيط بدون ما نحدد فيها أهداف بتكون ناقصة يعني أنا لما الآن يطلب مني أوضع خطة يقولوا لي حط خطة أول ما بفكر لله في الأهداف إيش أنا أنا لبدأ حقق يقوم من وراء هذا الخطة يعني ما هي الأهداف المرجوة من وراء هذه الخطة أو الخطة خمسة يقوم التخطيط بالاستثمار الأمثل للموارد بالتأكيد التخطيط هو يأخذ بعين الاعتبار كيف يمكن أن أستثمر الموارد المتاحة في المؤسسة أفضل استثماره إشباع الحاجات الاجتماعية أي عملية تخطيط في الدنيا إحنا بنتكلم هنا عن التنمية أي عملية تنمية أي عملية تطوير أي عملية نمو في البلد دون أن نشبع الحاجات الاجتماعية لهذا البلد زي إيش الحاجات الاجتماعية يعني بدهم تعليم بدهم مستوى رفاهية بدهم مستوى صحة مناسب بدهم القضاء على أو تدني نسبة البطالة القضاء على الأمية كل هذه الجوانب إذا ما أشبعتش هذه الجوانب عند أصحاب هذا البلد أو أصحاب هذه الدولة لم أقم بالتخطيط بيجي نشوف يشيو أهداف التخطيط كل اللي بيعملوا التخطيط طبعا أي مؤسسة أي منظمة بتعمل التخطيط لماذا بتعمل التخطيط؟ طبعا هي بتعمل التخطيط عشان تبعد عن العشوائية وبدأ عمل منظم وبدأ أحدد أهداف وبدأ يكون فيه عنده موارد مستغلة أو مستثمرة بشكل صحيح تصوروا إنه فيش تخطيط المؤسسة ماشية بدون ما يكون إلها أهداف يعني ماشية على البركة زي ما بنقول طيب لو بدي يجي تعال الرقابة بدي يقيس الأداء تعال الرقابة بدي يشوف إنه هل الأداء الموجود هو أهداء جيد ولا أهداء متجيد عايش بدي يقيس طبعا إذا فيش أهداف إذا فيش تخطيط وضع أهداف عايش بدي يقيس إذن لا يستطيع أن يقيس إذن في كثير من الأهداف يتم تحقيقها من خلال عمية التخطيط بنا نأخذ بعضا منها أولا الاستثمار الأمثل للقوى والموارد إحنا بنعمل تخطيط عشان القوى اللي عندي والموارد اللي عندي أستطيع من خلال أنه أحقق الأهداف بدل ما ييجي واحد لو أن أكون أنا ماشي على البركة بدون تخطيط ممكن وأنا ماشي وبدي أشتغل في أنشطة معينة أحتاج إلى موارد إضافية طب ما فيش عندي موارد إضافية بقى حلغة هذا النشاط إذن ليش أنا لغيت هذا النشاط لأنه أنا ماشي عشواء طب لو أنا عامل تخطيط من الأول وعارف إيش فيه عندي موارد وإيش فيه عندي قوى موجودة كان عرفت أنه نشاط أنفذ ومتى أنفذ هذا النشاط وكيف أنفذ هذا النشاط استثمار الأمثل للموارد طبعا بحدد لي إيش القوى البشرية المستعدة للعمل وبحدد لي إيش الموارد المتاحة عند المادية من أراضي من ثروة سواء الموارد المادية أو الموارد الطبيعية زي الطاقة زي المياه زي الثروة الحيوانية الثروة السمكية أيضا بحدد لي إيش القوى الفنية المتاحة عنده يعني فيه كمان هل اللي عندي خبراء هل اللي عندي خبرات مدربة هل اللي عندي الألات حديثة هل هي قديمة هل بستخدم التكنولوجيا استثمار أمثل للموارد ثم فيه عندي العادات والتقاليد من ضمن الأشياء اللي من خلالها لما نكون فيه عندي عادات معينة بمشي وفق هذه العادات في التخطيط لأن هذا بوفر علي بوفر علي جهد بوفر علي وقت كمان القوى التشريعية القوى التشريعية لما أنا بخطط بكون ماشي وفق القانون ببقى عارف القانون وببقى عارف إيش العادات والتقاليد وبوضع خطتي بناء على هذه القوانين وهذه العادات والتقاليد حتى يسهل تطبيقها وما تستضمش بعراقية المستقبلية من خلال الحكومة ومن خلال المجتمع يبقى أولا استثمار الأمثل للموارد ثانيا الترتيب النوعي للحاجات اللي هو التسلسل النسبة للحاجات يعني أنا لما بخطط من أهداف التخطيط أني برتب بعمل ترتيب نوعي للحاجات وفق لحاجات الإنسان حاجته للغذاء حاجته للأمن والأمان النفسي والمادي حاجته للتعليم والصحة حاجته للتحرر من الظلم حاجته للإستقرار الاجتماعي هذا الكلام كله بيأخذه بعين الاعتبار أثناء التخطيط وبالتالي لما نكون في عندي مجموعة من الأنشطة مجموعة من الأعمال في عملية التخطيط برتب أي من هذه الأنشطة أولى لهذه المؤسسة أو المنظمة أي من هذه الأنشطة أفضل حالياً أني أنفسه أو أي من هذه الأنشطة أستبعده لأنه يتعارض مع القوانين ويتعارض مع العادات والتقاليد ما زلنا في أهداف التخطيط من أهداف التخطيط أيضاً الوعي والإقناع الجماهيري الوعي والإقناع الجماهيري أي عملية تغيير مخططة بدها ثلاثة أناصر أول حاجة بدها وعي وبدها إقناع وبدها تقبل فردي وتقبل جماعي جماهيري طيب إيش عن الوعي؟ الوعي هذا كيف بينتشر الوعي من خلال إجراء بحوث تثقيف مجتمع عبر سلطة الإعلام عبر وسائل الإعلام أنا لما أقوم بعملية تغيير مخططة بعرف أن والله أنا الخطة اللي أنا أعملها تتطلب هيك تتطلب نشر وعي تتطلب إقناع بدها أخلي اللي قبال يقتنعه باللي أنا عامله من خلال تشكيل رأي عام من خلال يعني أنهم يصيروا يتقبلوا العادات الجديدة أو الأنشطة الجديدة اللي بدها تيجي بدها تغير من مصارات عملهم وحياتهم وتفكيرهم وبدأ أصل لحالة من التقبل الفردي والجماهيري لهذا التخطيط هنا أخذنا أهداف التخطيط الثلاث نيجي نشوف مستويات التخطيط لكن من مستوى للتخطيط أنا بتكلم في التنمية فيه التخطيط على المستوى المحلي وفيه التخطيط على المستوى الإقليمي وفيه التخطيط على المستوى الدولي بنا ناخد كل واحد فيهم ونشوف ايش المزايا والعيون على المستوى المحلي لما نعمل تخطيط على المستوى المحلي بشارك اهل المجتمع في وضع تنفيذ الخطة وبستخدم موارد المجتمع المحلي المتاحة سواء موارد قوة بشرية او موارد مادية او موارد طبيعية او موارد معلوماتية او موارد مالية هنا هذا التخطيط على المستوى المحلي طيب لما نعمل تخطيط على المستوى المحلي ما هي المزايا في هذا التخطيط مزايا التخطيط هذا انه بيقف على الحاجات الفعلية ودرجة اهميتها من وجهة نظر ابناء المجتمع لانه في التخطيط على المستوى المحلي بتشارك ابناء المجتمع طالما بدي اشارك ابناء المجتمع هم عارفين ايش بنقصهم هم عارفين ايش الاولويات اليهم هم يعرفين أكثر شيء مهم عندهم إذن أنا من مزايا هذا التخطيط الوقوف على الحاجات الفعلية ودرجة أهميتها طيب أيش كمان التعبئة المثلة للموارد البشرية والفنية من أبناء المجتمع طالما أبناء المجتمع بدون يشاركوني بدأت تشتغل معي القوى العاملة من داخل المجتمع بدأت تفكر معي بدأت تخطط معي القوى الخبيرة اللي في داخل المجتمع هذا بيدلل على أني أنا بعبئ اللي هو أو أو بوظف هذه القدرات باتجاه التخطيط المحلي إيش كمان إمكانية استقطاب القوى البشرية والفنية للمقيمين في الخارج لما نكون عندي أنا مجتمع محلي على سبيل المثال في غزة نعتبر أنه غزة مستقرة اقتصادية ومستقرة أمنيا وبدأعمل استثمارات بدأعمل تخطيط على مستوى الاقتصادي بدأعمل تخطيط على مستوى تعليم على مستوى ثقافة وبدأ يكون فيه خبرات عندي أكيد هيكون فيه عندي ناس مقيمين في الخارج من أبناء غزة يحبوا غزة ويعشقوا العمل في داخل غزة إذا كان فيها عندهم إذا كان فيها استقرار حيجوا إلى غزة ويشتغلوا في هذه المشاريع إذن أنا من خلال هذا التخطيط المحلي استقطبط هذه القوى البشرية من الخارج طب نيجي للتخطيط على المستوى القومي على المستوى المحلي يعني على مستوى مجتمع محلي يعني على سبيل المثال لو بدعم التخطيط لغزة أو بدعم التخطيط للضفة أو بدعم التخطيط للداخل المحتل هذا على مستوى المحلي طب على المستوى القومي على المستوى القومي ممكن يكون يعني داخل مثلا نقول دول مجلس التعاون الخليجي هذه بيكون فيه لغة مشتركة منهج مشترك تين مشترك اقتصاد تقريبا مشترك فيه اتفاقيات مشتركة بعمل تخطيط على مستوى القوم يعني أمريكا اللي تعتبر فيها ولايات كثيرة لأنه في عندهم يعني وحدة في اللغة ووحدة في الأهداف ووحدة في تخطيط اللي عندهم على مستوى قومي يعني بيعتبر حتى على مستوى أمريكا هو على مستوى قومي بيعتبر الأمة الأمريكية بيسموها وكذلك في روسيا الأمة الروسية في ألمانيا برضو فيها اللي هو مقاطعات أو فيها ولايات أو فيها يعني مدن برضو مستوى قومي يبقى ما حدش يفكر مستوى قومي يعني أكثر من دولة ممكن يكون دولة واحدة مستوى قومي ممكن يكون أكثر من دولة إذا تشابهت في اللغة أو اشتركت في اللغة اشتركت في الدين اشتركت في الهوية في العرق بتصير على مستوى قوم هذه من أكثر مستويات التخطيط شواء هاي يكون عندهم المجتمع القومي عنده وحدة فكرية ايدلوجية وتنظيمية إلى حد ما يعني تنظيمية يعني بكون يعني مع بعض ده ما نقول أمريكا هي دولة واحدة صح ولايات إلى أنها دولة واحدة مجلس التعاون الخليجي صح وتفكك الآن لكن كان بمثابة كأنه دولة واحدة كأنه وحدة تنظيمية واحدة وعمل مجلس التعاون الخليجي وعمل بينتهم اتفاقيات ايش اه مزايا هذا التخطيط من مزاياه بيعرفوا من خلال هذا التخطيط ايش العوامل اللي بتلعب دور في المشكلات القائمة وفي حاجات المجتمع لأنه الآن صلى عندهم أكثر من مكان مش زي المجتمع المحلي مكان واحد لا أكثر من مكان أكثر من ولاية أكثر من مقاطعة وممكن أكثر من دولة فبيعرفه العوامل اللي بتعمل المشكلات عندهم والله مثلا على سبيل المثال عنده هنا من العوامل اللي بتعمل الحروب لأنه مجلس تتعاون الخليجي كان بينها السعودية السعودية ما ر Database شركت في الحرب على اليمن مثلا لقوا أنه والله فيه ضرر على الاقتصاد بيعرفوا أنه المشاركة في الحروب بيعمل ضرر على الاقتصاد. إذن في التخطيط على المستوى القومي بقولوا والله إذا بدنا تنمية بدنا نعمل حروب. وهكذا تحديد الاحتياجات المحلية لجميع أفراد المجتمع. بيحددوا الاحتياجات المحلية من خلال هذا التخطيط. يعني سميل المثال لابنا نعمل تخطيط. إحنا قوم مع مستوى قوم مع مستوى فلسطيني يعني على مستوى الضف وغزة والداخل المحتل احنا هيكة بنحدد الاحتياجات لكل واحد والله غزة محتاجة إلى كهربا محتاجة إلى عمالة الضفة محتاجة إلى عمالة مش محتاجة إلى كهربا يعني كل واحد بحددوا الاحتياجات المحلية تبعتوا تتجمع الموارد الكلية والانفاق الكلي في ايش؟ كله بتجمع في ميزانية واحدة إذن تتجمع الموارد الكلية والإنفاق الكلي في ميزانية واحدة مثل أمريكا على سبيل المثال لما بدون يعملوا تخطيط على المستوى القومة على مستوى الدولة الأمريكية بكون في الموارد كلها في داخل الدولة الأمريكية بتتجمع يعني الموارد نقصد مثلا إذا كان فيه على مستوى السلاح على مستوى الإمكانيات المادية على مستوىات كثيرة بتتجمع في مستوى واحد طيب نكمل في مستوى التخطيط المستوى الأول خلصنا على المستوى المحلي المستوى الثاني ما زلنا فيه هو التخطيط على المستوى القومي ما هي الصعوبات التي تواجه التخطيط على المستوى القوم على المستوى القومي فيه كثير من الصعوبات لكننا نركز على واحدة منهم وهي تباين التطلعات والاحتياجات المحلية على Sending مثال عنا في فلسطين لو بينا نعمل تخطيط في أمريكا على مستوى قومي أو في فلسطين بتدعمل في غزة بالضφο بالضخط الآن سنلاقي الاحتياجات تحت غزة بتخدف عن الاحتياجات تحت الضفة الغربية بتخدف عن الاحتياجات تحت الداخل المحتل إذن في تباين في الاحتياجات والتطلعات طيب عشان أطلع من هذا الموضوع وأحل هذا الموضوع في التخطيط على المستوى القومي إيش الحل؟ قال الحل هو اتباع أسلوب اللامركزية في التنفيذ اللامركزية واليوم معظم الدول متقدمة الأوروبية وغيرها باتباع أسلوب اللامركزية وفي دول عاملة هجين ما بين المركزي واللامركزي طبعا اللامركزية بمعنى أنهم بيتعاملوا مع المحافظة أو المقاطعة كأنها دولة لحال لكن في شغلات يجب الرجوع فيها إلى الحكومة المركزية مثل الأمن القومي مثل الموازنات العامة التي تخص الدولة مثل التسليح مثل العلاقات الخارجية كل هذا يجب يرجع إلى السلطة المركزية لكن فيما يتعلق بتسيير شؤون المقاطعة أو المحافظة على مستوى التعليم على مستوى الصحة على مستوى المواصلات على مستوى الاتصالات تقوم الحكومة أو المحافظة في الحكومة اللامركزية بوضع أنظمة وقوانين تتفق مع الوضع القائم عندها في هذه المحافظة إذن لو أجانا قلنا إيش الحل إيش أفضل الحلول للصعوبات التي تواجه التخطيط على المستوى القوم نقولهم اتباع أسلوب اللامركزية في التنفيذ نأخذ المستوى الثالث من مستوى التخطيط اللي هنتوقف عنده اللي هو تخطيط على المستوى العالمي تخطيط على المستوى العالمي هذا لا يختص بمجتمع معين ولا يختص بدولة بعينها وإنما يخص العالم بشكل عام هذا بهدف لتحقيق الرفاهية للبشر بيساهم في تحديد حدة الصراعات في تخفيف حدة الصراعات اللي بتنشأ بين الدول وأمثل على هذا التخطيط لما نقول منظمة الصحة العالمية مثلا منظمة الصحة العالمية لما بتعمل تخطيط على المستوى الصحي بتعملش لدولة معينة ولا بتعمل لمقاطعة معينة ولا بتعمل لمجتمع بعينه وإنما بتعمل لكل العالم وإشان هيك سميت منظمة الصحة العالمية أيضا منظمة اليونسكو منظمة حقوق الإنسان منظمة الصريب الأحمر الدولي منظمة لون المتحدة كل هذه بتعمل يعني تخطيطات على المستوى المحل لذلك لو اجانا احنا سؤال وقالنا وذكرنا يعني اسم من هذه المنظمات اليونسكو او اليوان او الصحة العالمية او الحقوق الانسان وقالنا نوع التخطيط التي تقوم به هذه المنظمات وبجيبنا خيارات مثلا هل هو محلي او قومي او عالمي طبعا هو تخطيط على المستوى العالمي ان شاء الله في التسجيل القادم او في العرض القادم سنستكمل اساليب التخطيط الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا العرض التقديمي شكرا لكم على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته